زيارتنا لتركيا تندرج في سياق هذه العلاقة التاريخية والمتميزة بين تركيا وبين فلسطين بين الشعب التركي والشعب الفلسطيني كان لنا لقاء مهم مع سيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وبحضور السيد وزير الخارجية وكذلك عدد من المسؤولين في الدولة التركية تناولنا عدد من الملفات على رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة واستمعنا إلى ما تقوم به تركيا من جهود سياسية ودبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل وقف العدوان على غزة وكذلك المساعدات والإغاثة التي ترسلها إلى غزة عبر معبر رفح وأيضا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة التركية خلال الفترة الماضية بشأن طبيعة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي خاصة في موضوع التجارة وما شابه ذلك يعني نحن عبرنا من خلال لقائنا بسيد الرئيس عن شكرنا وتقديرنا لهذه المواقف وهذه التصريحات وأن تصريحات الرئيس باعتبار أن حركة حماس هي حركة تحرر وطني وربطها في سياق الحركة الوطنية للاستقلال لتركيا هذا بالتأكيد هو محل اعتزاز وتقدير منا ومن الشعب الفلسطيني وما قاله الرئيس تجاه حماس وتجاه غزة وتجاه القضية الفلسطينية هو يعكس وجدان الشعب التركي الشعب التركي الذي يرى في قضية فلسطين قضيته ما زلنا أيضا نتذكر أن الشعب التركي كيف قدم عددا من الشهداء في سفينة مرمرة وسطول الحرية لأوجه شكر إلى الشعب التركي الذي أقام في أكثر من ثلاثين ولاية صلاة الغائب على أرواح الشهداء الأبناء والأحفاد وهذا دليل على وحدة الأمة ووحدة مشاعرها كما حصل في بلاد أخرى في الباكستان وغيرها ولكن في كل مرة الإسرائيلي يرفض أن تكون تركيا وروسيا ضمن الدول الضامنة لذلك نحن متمسكون بذلك رغم الرافض الإسرائيلي يعني هناك مواكبة إعلامية جيدة من الإعلام التركي ومن الإعلام العربي وكثير من وسائل الإعلام العالمية لما يجري في قطع غزة بالرغم أن العدو الصهيوني يفرض تعتيما إعلاميا كبيرا جدا ويمنع وكذلك هناك محاولات ابتزاز من بعض الجهات الدولية التي لا ترى ولا ترغب لأمريكا التركية أن يكون لها دور ودور مستحق في القضية الفلسطينية وفي إسناد غزة يعني لا شك بأن وكالة الأناضول بما تحتل من مساحة واسعة في الفضاء الإعلامي ما تقوم به له تأثيراته على الأبعاد السياسية والإنسانية وكذلك الأبعاد المعنوية لشعبنا الفلسطيني وأنا هنا أريد أيضا أن أقدم لكم التعازي بأن هناك عدد من الشهداء وعدد من الجرحة الذين يعملون في وكالة الأناضول في داخل قطاع غزة استهدفهم العدو لذلك يعني أنا أوجه تحية لهذه الوكالة وأدعوها إلى الاستمرار وإلى المزيد إن شاء الله من أعمالها الحقيقة أنه في لقاء السيد الرئيس اليوم أطلعنا على هذا الكتاب ونظرنا في صفحاته في هناك توثيق لصور ولمجازر ومذابح وإعدامات وصور الدمار الشامل في مناطق قطاع غزة وأبلغنا بأن هذا الكتاب كان أحد الأدلة التي تم تقديمها من خلال المجموعة القانونية في محكمة لهاي يعني تحية لتركيا رئاسة وحكومة وبرلمانا وشعبا الذي يعني تحرك سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا وعلى المستوى الشعبي والجماهيري على مستوى تقديم الإغاثة والمساعدات على المستوى الدعم المالي الشعبي أقول لكم قضية فلسطين هي قضية كل المسلمين ومعركة غزة هي معركة أمة وليست فقط معركة غزة